فلو انا جيت كده دغطت على الـ Eye Dropper هنا اهيت تمام هتلاحظوا ايه ان انا بقى في ايدي دلوقتي بالماوس وانا بتحرك بالماوس بقى معايا الايه الـ Eye Dropper اهيت اللي هي القطارة دي احدد اي لون طول ما انا ماشي كده هتلاحظوا حضراتكم ان المربع معايا مربع بايه معايا مربع صغير واللون بايه بيتغير ليه لانه بياخد درجة اللون ان الـ Eye Dropper دي او القطارة دي ماشي عليه او لو انا جيت كده وامتضغط كده ضغطت في المنطقة ديت اما عبيلي اللون ده بالدرجة اللي انا عاوزها من هنا يبقى اذا الفكرة من الوضوع ايه ان انا لازم اركز شوية على الالوان الالوان في الشريحة مهمة جدا ومن هي من احد يعني من احد الاسباب اللي بتخلي الشريحة يبقى شكلها كويس ده بالنسبة لايه لجزية الالوان الشكل ده لو حضرك كليكي من عليه وقلت له edit text تقدر ان انت تكتب يعني تقدر دلوقتي ان انت ايه حضرك تكتب تمام وتقدر تكتب اي كتابة والكتابة ديت تقدر من قائمة home انك تقبر الفونت او الخط وتقدر انك تغير تغير الفونت بالشكل اللي يعجبك تمام ما فيش اي مشكلة خالص وتقدر ان انت ايه تغير اللون تمام وكل الامور دي ايه بسيطة ايه ممكن كمان تغير اللون اهو طيب من ضمن الامور الهمة جدا كمان لما يبقى فيه text وتحته لون يبقى ما ينفعش ان انا مثلا اعبي مثلا ده باللون كده يعني مثلا على سبيل المثال نجيب الفورمات ونجيب الشيف فل ونجيب مثلا درجة زي الدرجة دي مثلا زي درجة زي الدرجة ديت يعني ما ينفعش مثلا ان انا اجيب او درجة مثلا زي الدرجة ديت يبقى الخلفية ديت باللون الاحمر والخط نفسه كان باللون الاحمر ده بيبقى شيء مش مزبوط في التصميم عندنا يبقى لابد ان لو الخلفية هنا غمقة تمام لو الخلفية عندي مثلا هنا باللون الاخضر تمام وغمقة يبقى لابد ان لون الخط يكون فاتح لابد اللون الخط عندي يكون ايه يكون فاتح يعني ما يكون نخليه باللون الابيض تمام او شايفين حضركم ممكن اخليه باللون الاصفر يعني برضو ما فيش مشكلة تمام يبقى لابد ان طالما فيه درجة غمقة يبقى فيه درجة مقابلها ايه درجة فاتحة علشان تبين وتظهر الايه تظهر النص بتاعي ده برضو من الاشكال الايه المهمة او من الامور المهمة جدا في عملية التصميم عندنا في داخل الباور بوينت او في اي تصميم بواجه عام او في اي تصميم ايه بواجه عام طيب نشوف بس كده لحضراتكم الشريحة الاولى الشريحة الاولى اللي هي كانت ايه اللي هي الشريحة لحضرتك الشريحة الاولى اللي كان فيها النص ده اول شريحة خالص دكتور سامي الشريحة اللي هي ديت اللي كان فيها الستيبس ديت طيب تمام الشريحة دي حضرتك الشريحة ديت الفكرة منها ان لما يبقى عند حضرتك ملف باور بوينت وفيه شريحة زي كده وحابب انك تغير الشكل بتاعها الدزاين ده مش عاجبك تمام اي شريحة اي دزاين او تصميم لشريحة مش عاجب حضرتكم ومعاكم ملف باور بوينت زي الملف ده ملف باور بوينت معمول على الجهاز من خلال باور بوينت الجهاز تعملوا اي حضرتكم تقوموا جايين على ال 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 اليميل بتاعك تدخل على الوان درايف تفتح الوان درايف اهوت فتحنا الوان درايف تعمل upload files وترفع ملف الباور بوينت بتاعك هنا ترفع ملف الايه الباور بوينت وبعد ان تفتحه تضغط عليه كده تفتحه بالشكل ده لما افتح مع حضرتك بالشكل ده تمام هتقوم جاي حضرتك على الشريحة دي اهه الشريحة دي مش عجباني التصميم بتاعها مش عجبني التصميم بتاعها مش عجبني اعمل انا ايه بقى دلوقت اوما انا جاي وقف على الشريحة اهو واجه على قايمة ايه design التصميم لانه دي اللي لها علاقة بالتصميم اوما جاي على قايمة design ومن قايمة design هنا اختار اهو اخر حاجة هنا اسمها designer ال designer هنا كانوا بيشتغل عن طريق حاجة اسمها هم فعلا مطبقينها اللي هو باسمها artificial intelligence الزكاة الاصطناعي نطبقينها في الجزئية دي تحديدا يعني انه هم محددين اه تصميمات كتير جدا بايه لكونتنت والسلايز كتير فدلوقت حلقة تضغط على designer هيجي لك على يمين هنا هيجي لحضرتك هنا على يمين تمام التصميمات المختلفة لنفس الشريحة دي الشريحة اللي مش عجبا حضرك ده تمام هيجي هنا تصميمات مختلفة لو ضغطت هنا على يمين هنا على اي شريحة هيغير التصميم اهو لو ضغطت كده هتلاقي التصميم بايه اهو ضغطت هنا التصميم بيتغير اهو اهو ضغطت هنا جبت التصميم الاولان خالص او جبت التصميم الاولان جاب لي التصميم الاولان مثلا ضغطي هنا جاب لي تصميم شوف حضرتك بيجيب لحضرك مجموعة من التصميمات الهيلة الريزولوشن بتاعها عالي جدا وده من افضل الاشياء ان الريزولوشن عالي وانها كتير يعني حضرك لو مش عاكبك اي تصميم نفترض ان دلوقتي الخمس ست تصميمات دول ولا التمانية دول مش عاكبين ساعتك تعمل اي بقى دلوقتي هتقوم جاية على ضغط على حاجة اسمها see more design ideas تضغط تاني اهو وتنزل كده بشريطة التمرير للأسفل هتلاحظ انه هيجيب لك اشكال تانية وتصميمات تانية يعني ضد التصميم تاني اهو جاي بحاجة تصميم تاني اهو طيب فيه كمان تصميم تالت اهو جاب لحضرك تصميم تالت خالص وهكذا اضغط تاني على see more مفيش اي مشكلة خالص اضغط على see more هيجيب لك ادى تصميم وهكذا وهكذا ده الايه ده تصميم اه اه عاشر مثلا ده تصميم اهو ده الجزئية الخاصة بالايه بدل ما حضرك تتعب نفسك في التصميمات دخل ملف الباوربوينت وانا دايما انا اكد لحضرككم ودخلوا ملف الباوربوينت على office 365 تمام ارفعوا الملف الباوربوينت على one drive وافتحوا ملف الباوربوينت اهو افتحوا ملف الباوربوينت وهات اي شريحة تصميمها مش عجبك اي شريحة ايا كانت وبعد ما تختار الشريحة اهو يعني انا هجيب مثلا شريحة زي دي كده شريحة زي دي مثلا مش عجباني اهو ام جاي climate design واجيب designer شوفوا حضراتكم هيجيب ايه اهو اضغط بس على الشريحة هيغير الشكل بتاعها اهو اضغط على الشريحة كده هيغير الشكل بتاعها فايزا هيجيب لحضراتك مجموعة هيلة من التصميم لكل شريحة يعني تقدر حضراتك تغير تصميم كل شريحة وتقدر see more designs مش عجبك التصميمات ديات افتح see more designs وتشوف مثلا هات مثلا ده التصميم ده تصميم جميل جدا مثلا اهو وكمان بيجيب لحضراتك ايه كمان بيجيب التكست لو حابب تكتب تكست هنا بيجيب لك هنا كمان لو حابب تضيف جدول او تضيف اي شيء ما فيش اي مشكلة ولو مش عجبك ده لو مش عجبك ده delete احسف اهو مش عجبك التكست ده delete احسف الامور كلها ايه اه بسطة جدا تمام اهو اهو مثلا نجيب مثلا شكل زي ده انا كنت ضغط عليه دلوقتي اولا راح فين مثلا على سبيل المثال شكل زي ده فده ده ببساطة فكرة الايه design ده اللي هو تغير الشريح وهنا الميزة انه بيجيب فعلا يعني resolution والجودة عالية جدا resolution والجودة ايه عالية جدا واضحة دكتور سامي اه حضرك معايا يبقى الفايل نفسه الpowerpoint حضرتك تاخدوا على الone drive على office 365 وافتح من خمسمائة تلاتة من 365 وخلاص فتحت انت بقى الملف هنا تعال على قائمة design وتعال على designer واشتغل بطريقة هو يعني مثلا شايف حضرتك اهيه اه ده مثلا ايه الشكل ده مثلا جاب لي الشكل ده اهو جاب لي الشكل ده بيجيب لك اشكال رائعة بيجيب بحضرك اشكال ايه رائعة طيب نرجع ثاني دылوقتي عملف البر بوينت العادي اتكلمنا دلوقتي على جزئية مهمة جدا وهي جزئية اختيار اللون الالوان دي حضراتكم مهمة جدا يعني اللون دلوقتي اللون دلوقتي بتاع الخلفية يعني كل جزئية من الاجزاء دية المفترض يبقالها يعني دورة تدريبية الوحدة الالوان دي الوحدة حضراتكم موضوع كبير جدا في التصميم كبير جدا يعني لو جيتوا حضراتكم دلوقتي بيجيب لحضراتكم ألوان شوفوا حضراتكم يعني هنا برضا هو الحضر بيجيب لحضراتكم ألوان محددة طيب محددة طيب أنا مش عاوز الألوان ديت ممكن تجيب حاجة اسمها More Fill Colors تقول له تعالى كده هو تقول له أنا لأتلي بقى More Fill Colors أها